بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بكم متابعين الكرام أتمنى دايما يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب مرسلات أشتكي من زوجها وأحيانا الزوج أشتكي من زوجته فهذه الطريقة التي سأقدمها لكم ركزوا معي جيدا أخي وأختي في الله هي طريقة بسيطة وسهلة جدا ونجاحها مؤكد مجرب بإذن الله تعالى وأنا جربتها مرارا متكرارا وكان نجاحها يفوق توقعاتي فأقول لكم أخي وأختي في الله اتكونوا عمل هذه الطريقة فهي بسيطة وسهلة وسريعة الاستجابة ونتائجها مضمونة بإذن الله تعالى سنقدمها لكم أخي وأختي في الله محبة مني لكم لأني أحبكم في الله جميعا هذه الطريقة تصلح للمطلقة ركزوا معي جيدا أخي وأختي في الله ركزوا معي جيدا هذه الطريقة تنفع للمطلقة حتى المطلقة التي حصل بينها وبين زوجها طلاق وأكثر من ذلك تصلح للمطلقة وتصلح للخطيب والقريب والبعد لأي شخص ليس لبعده وصال هذه الطريقة التي سنقدمها لكم اليوم بإذن الله هي طريقة ناجحة ومجربة بإذن الله تعالى ركزوا معي أحبتي في الله الطريقة التي سنقدمها لكم اليوم بإذن الله تعالى تجلب لك الشخص الذي تريد يأتيك بنفس راضية حتى إن كان بينك وبينه فراق أو مشاكل أو طلاق أو إلى آخره يأتي الشخص بنفس راضية وكما ذكرت لكم أخي وأختي في الله هذه الطريقة سنقدمها لكم اليوم لقصرة ما وردني من مراسلات ويشتك الرجل من زوجته وتشتك الزوجة من زوجها فأقول لكم أخي وأختي في الله إني أحبكم في الله جميعا وأقول للرجال الذين يسمعون هذه الحلقة اتقوا الله في نساءكم وأقول للنساء اتقوا الله في أزواجكم فالرجل له على زوجته حق أيضا الزوجة لها على زوجها حق نحن في المجتمع الشرقي كل الحق يجب أن يكون للرجل المرأة مهمشة لا يا أخي لا تأخذ في موضوع المجتمعات خذ بموضوع ما أمرك الله به زوجتك لا عليك حق كما أنت لك علي حق فأقول لكم ركزوا معايا أخي وأختي في الله اتقوا الله واتق الله يا أخي في زوجتك ويا أختي اتق الله في زوجك عموما هذه الطريقة بإذن الله تعالى تصلح للخطيب الذي ألغى الخطوبة وممكن بإذن الله تعالى هذه الطريقة ترجعه أو العكس وللزوجة التي طلبت الطلاق هذه الطريقة ترجعها بإذن الله تعالى وتعدل عن قرارها أو للرجل الذي هو مصر على الطلاق ولعزو بالله أبغد الحلال عند الله الطلاق فهذه الطريقة تعيد الشخص بنفس الراضية حتى وإن كان بينك وبين الشخص مشاكل ونفور وخصوم وخلافات قوية فهذه الطريقة تجلب الشخص لك بنفس الراضية وينسى كل ما فات أو يتناسى لشدة قوة هذه الطريقة التي سنقدمها لكم بإذن الله وهي ركزه معي جيدا أخي وأختي في الله تكتب اسم الشخص الذي تريد أو يأتيك أو يرجع لك أو اللي تجذبه لك تكتب اسمه في كف يدك اليمنى انتبهوا معايا جيدا أخي وأختي في الله تكتب اسم المطلوب في كف يدك اليمنى والطهارة مطلوبة أن تكون طاير الثيابة البدن وأن تكون متوضئ وتكون على وضوء وطهارة تكتب اسم الشخص المطلوب في كف يدك اليمنى وإن كان اسم أمه معلوم تكتب فلان ابن فلانة وإن كان اسم الأم غير معلوم تكتب فلان ابن حواء تكتب اسم المطلوب واسم أمه في كف يدك اليمنى وبعد الانتهاء تقرأ هذه الآية بعدد 21 مرة ركزوا جيدا للعدد لا زيادة ولا نقصان بعد كتابة الاسم في كف يدك اليمنى تقرأ هذه الآية 21 مرة وبعدها بعد الانتهاء من القراءة تضع يدك اليمنى التي كتب فيها الاسم المطلوب واسم أمه تضعه على صدرك وتقرأ هذه الآية آية واحدة وبسر هذه الآية الآية رقم 35 من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شكاكم بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العظيم هذه الآية حبتي في اللهم 35 من سورة النساء نقرأها على كف يدنا اليمنى بعد كتابة اسم المطلوب واسم أمه عدد 21 مرة وبعدها نضع يدنا اليمنى وهي مفتوحة نضعها على صدرانها كذا ونقرأ الآية نفسها الآية رقم 35 من سورة النساء نقرأها بعدد 71 مرة 71 مرة ركزوا للعدد لا زيادة ولا نقصان في العدد هذه الطريقة سهلة جدا وبسيطة ونجاحها بإذن الله تعالى سيبهركم في سرعة استجابته ولكن كل ما هو مطلوب منكم القيام بعمل الطريقة كما شرحتها لكم بالزبط تماما بإذن الله تعالى فهذه الطريقة قدمتها لكم محبة مني لكم والإصلاح ذات بينكم فإصلاح ذات البين وشاء عظيم عند الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يكتب لنا فيها أجر ويكتب لكم فيها التوفيق سأكتب لكم أخي وأختي في الله الطريقة في صندوق الوصف حتى يتسنى للجميع أن يفعلها بيسر وسهولة بإذن الله تعالى وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضمتم في خير